اشتركوا في القناة وعكم الله بالخير واليمن والبركة السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته صحابي من أصحاب رسول الله يسأله يسأله عما يدخله الجنة وعن حساب الله عز وجل يوم قيام لعباده فيذكر نبي صلى الله عليه وسلم معاني الإسلام والإيمان والإحسان ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبرك بملاكي ذلك كله قالوا الشيء نعطيك خلاصة هذا الإسلام خلاصة أخبرني السؤال الذي سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعد عن النار قال أفلا أخبرك بملاكي ذلك كله قالوا نعطيك خلاصة وشاني قتلك نعطيك المفتاح الذي من خلاله تضمن السعادة والفوز في الدنيا وفي الآخرة فقلت قال الصحابي قلت بلى يا صلى الله قال أمسك عليك هذا وآشاره صلى الله عليه وسلم إلى رسانه صحابي تعجب يا رسول الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به يعني أنا مسؤولي على كلامنا أربي حسبنا على الهدرة لنهدروها مشكل مصباح للليل لو الواحد يدير عداد لعدد الكلمات اللي خرجت راهي آلاف راهي ملايين كلمات راهي بالزعقة بالقسرة بالكذب بالنميمة بالغتبة بالقيل والقال بما لا ينفع بالخوض فيما لا يعنينا أشياء كثيرة جدا قال يا صلى الله وإنا لمؤاخذون ربي حسبنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال يا سعد ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم وجهه بيض ولا أصمروا اللحية ومش لحية وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وتعبير نبي صلى الله عليه وسلم تعبير دقيق جدا إلا حصائد أسنتهم الآلة الحاصدة اللي تحصد القمح تحصد كل شيء القمح والشوك والنبتة الضارة والنافعة كل شيء حاصدة كذلك لسان آلة حاصدة على المؤمن أن يراقب لسانه ما تحصدش كل شيء لا تكون كحاطب ليلة اللي يحطب في الليل يجيب ليصلح لما يصلح الذي يثمر والذي لا يثمر ولا تكون كحاطب ليل واعلم أيها المسلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الكلمة مسؤولية تكتب لك أو عليك إما حسنة وإما سيئة ثم يوم قيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون هذه الجوارع تشهد علينا فالإنسان دائما يحاول أيها الإخوة الكرام وصية رسول الله الجامعة الجميلة قل خيرا أو صمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت اللهم إنا سألك أن تجعل لساننا ذاكرا شاكرا وأن تعفه عما لا يعنيه واللهم إنا سألك أن تفتح علينا وأن تبارك لنا في أيامنا وحركاتنا وسكانتنا وكلماتنا وأن تجعل ألسنتنا مما يكتب لنا به من الحسنات إن شاء الله رب العالمين وإلى لقاء آخر لكم من أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا